أعقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في بكين برئاسة دكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعدت السيد دينجلي نائب وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وخلال الاجتماع أكد وكيل الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات والارتقاء به إلى أفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة من جانبها أكد نائب وزير الخارجية الصينية اهتمام بلاده بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع مملكة البحرين والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي هذا وتنول الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وتجنب التصعيد العسكري وخفض التوترات وتعم جهود إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتكريس التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات ترجمة نانسي قنقر